ترجمة نانسي قنقر النصيحة الثانية استخدمي صندوقاً لوضع الأدوات الإبداعية ومنها أشياء وملابس قديمة ودومة أو حيوانات أطلبي منه تأليف مسرحية قصيرة وتقمص شخصيات مختلفة وحرصي على تشجيعه النصيحة الثالثة شجعي تفلكي على التعبير عن مشاعره كأن تسأليه لو كنت لوناً فأي لون تريد أن تكون؟ ثم أطلبي منه أن يكون حيواناً أو شيئاً وأن يصف سبب اختياره اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر